المبادرات الإجرائية المتخدة لفائدة المناطق الجبلية تقدم بفريق تقدم ديمقراطي في حدود دقيقتين تفضل السيد النائب سيد رئيس الحكومة سيدة سادة الوزراء المحترمين سيدة سادة النوى المحترمين سيد رئيس الحكومة سؤالنا اليوم ما هي الإجراءات التي ستتخذونها إزاء المناطق الجبلية شكرا سيد رئيس الحكومة سيد رئيس أن دكشير اللي كانشكيو منه في الحكومة ما ديري نشل لجنة البين وزارية باش نصق الأعمال للمتدخلين مع الأسف تهد الأسئلتها هي فرقناها هل جبلية هل فقيرها هذا سؤال واحد سؤال واحد وخصو جواب واحد ولهذا احنا اللي كانقوله بالإضافة لدكشير اللي قلناها من الماء والمجهودات اللي بدلناها والكهرابة والخدمات الاجتماعية وإنجاز مشاريع محلية مندمجة للتنمية وإنجاز مشاريع كبرى مهيكيلة حضية المناطق الجبلية بالأولوية في مشروع الأشجار المتمرة لبرنامج العلفية بالمغرب تحسين دخل الصغار الفلاحين في المناطق الجبلية الواحد لفائدة مياه وخمسة وعشرين ألف فلاح بغلاف ماليين يقدروا بجوج فاصلة ثمانية مليار ديال الدراب كما تم وضع برنامج لتنمية ثلاثل الإنتاج في المناطق الجبلية ومنها مشروع إقليم الحوز وتازالي فائدة مئتين وعشرين ألف فلاح بربع مئة وعشرين مليون دراب بالإضافة إلى استصلاح وعصران شبكات الرئيس الصغير ومتوسط على صعيد مناطق الجبلية على بساحة 17 ألف هكتار برسم 2013 ويتم العمل حاليا على إعداج برنامج للتنمية القروية مندمجة على مستوى 8 أقاليم تتضمن مناطق جبلية بن ملال أزلال خنفراء ميدلت إفران توناتشي الشواء الحوز شكرا شكرا سيد رئيس كنمال سيد نائم محترم نشكركم سيد رئيس الحكومة على المعطية التي تفضلتهم بها ونقول لكم أن المكانة استراتيجية لمناطق الجبلية تفرض عليكم أن تولوها مزيدا من العناية انتجاما مع ملتزمتهم بين في البرنامج الحكومي إن الخاصة المستجلة في مناطق جبلية يظل بينا لذا ندعو الحكومة إلى بنورة مخطة تنموية متكاملة تهم هذه المناطق وخلق وكالة متخصصة لتنفيذ ومتابعة مشاريع التنمية وهنا لابد من التذكير بمقسلح قانون سبقا أن تقدم به فريقون في الغرفة الثانية ويتعلق بالمناطق الجبلية والذي لم يرى النور لحد الساعة كما ندعو إلى تجميع مختلفة استراتيجية القطاعية التي لها علاقة بالمناطق الجبلية في إطار سياسة موحدة ونطالب بتفعيل مجلس أعلى لإعداد تراب وطني الذي لم يشغل منذ أكثر من عشر سنوات وفي السياق لا بد من العمل على مواجهة مظاهر الهجاجة والعج تماعي وسيادة الفقر وغيام أبسط شروط العيش الكريم من خلال ضمان الولوج إلى الماء والكهرباء وفتح طرق والمساليك وبناء المؤسسة التعليمية والداخليات والمراكد الصحية وتوفير شبكة اتصالات ومختلف الخدمات العمومية بشكل يستجيب المستطلبات الحياة الصعبة بهذه المناطق وشكراً سيد رئيس شكراً سيد نائب سيد رئيس الحكومة هو بقي نفس المشكلة سيد رئيس وأنه هذا الشيء الذي تندره الحمد لله مهم ولكن ما كافيش هذه هي الحقيقة ولكن اللي يمشى المعريض الفلاحي الذي يندره في مكناس كل سنة وشاهد التقدم الذي يحدث فيه سنة بعد السنة وهذا الجوائز اللي كانعطيه للناس على المنتوجات الجيدة اللي كيدرها والتقدم اللي كيدره كيف يفهم باللي الأمور تتقدم في البلاد ولكن باقي ما وصلناش لدك شيء اللي كانتمنى وحنا كان نقول للسادة النواب استمروا في المضايا قد يلنا لأنه وراء الحكومة يعني إلا ما لقيت يشلي غادي بقيت كرا كرا الدواهي كل وحدا كانت نستيك في الخرامة بقيت عرف تير راسك شنو كدير شكراً لكم شكراً لكم